السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلونا سهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان طبعا جماعة يعني كنا رفعنا فيديو على الكمون وطرق زراحته ولكن في اسئلة كتير طبعا جات ان شاء الله هرد عليها كلها باذن الله يعني معت زراحته بالتحديد الفدان تكلفته ادي ايه في يعني ياخد تقوى ادي ايه في الزراعة متى يتم تقليعه الارض اللي هو يصلح ان هو الزارع فيها الكمون يعني في اسئلة كتير جدا جات من المتابعين والمشاهدين على فيسبوك وعلى يوتيوب فان شاء الله الاسئلة دي هنرد عليها كلها باذن الله في فيديو قادم بخصوص الكمون ان شاء الله قريب جدا ان شاء الله يمكن يعني بكرة او بعد بالكتير او في خلال تلات يام ان شاء الله هنعمل لك الفيديو بتاع الكمون ونعرف كل حاجة عن الكمون. اه دلوقتي يا جماعة احنا اه يعني تقليع الينسون. تقليع الينسون وزراعة الينسون. نسفاش هم حاجة تعمل لايك الفيديو. اشترك فيه القناة علشان يصلك كل جديد. اه حابب تسأل على اي حاجة تفضل اكتب في تعليق هنرد عليك. اه يوم ان شاء الله مهتمين بالمحاصيل الزراعية. هنعرض لك اه كل ما يخص المحاصيل الزراعية ان شاء الله. يعني توم البصل الكمون الينسون. اه ده ريس الامح ان شاء الله وحصاد الامح. فهنحاول نفيدك ونعرفك كل حاجة. الناس اللي بتسأل اجماعة على الكمون اه ليه بيتقلب على وشه. علشان الشمس يا جماعة. علشان الشمس متأثرش عليه. والينسون كذلك الامر. طيب. اه اولا كده معاد زراعة الينسون يا جماعة. الينسون ده طبعا. انت في حاجة غريبة انت عاستعرفة. الينسون برضو مقلوب على وشه. يعني كل الينسون والكمون اه بيتم حصاده وبيتقلب طبعا على وشه. اه معاد زراعة الينسون الينسون يا جماعة بيتزارع في شهر عشر. الينسون بيتزارع في شهر عشر. بيتم طبعا زراحته وبعدين بيتم ري الارض الزراعية. وبعد ما يتم ري الارض الزراعية جماعة. يعني بيشرب مرة تاني. وبعدين ما بيشربش تاني خالص. طيب. زي ما انت شايف الارض قدامك شايف الارض عامله من العطش? اه طبعا بياخد مغزيات اه وبياخد اه رش يا جماعة فطر وحشري ويعني شوية اه هو عايش على المغزيات ما بيشربش. طيب بيتم اه حصاد يا جماعة في نهاية شهر تلاتة يعني في النهاردة اه تمانية وعشرين تلاتة بيتم حصاد اليانسون. طيب بيتم حصاده وزي ما انت شايف برضو يعني بيتم حصاده وبيتجلب على وشه يا جماعة علشان الشمس هو والكمون علشان الشمس ما تأثرش عليك. لان طبعا انتو عارفين ان شايف? يعتبره محصول حساس شوية. ده طبعا لو اتعرض للشمس يا جماعة الشمس هتحرجه شوية. فهيغير طبعا من لونه. وطبعا ده هيخلي سعره يقل شوية. علشان كده سعره هيقل شوية. اه هو الكمون كزلك الامر. انتاج الفدان طبعا اه من الانسون يعني هيخش في حدود اه اربعمائة كيلو تلتمائة كيلو يعني من اربعمائة لحد خمسمائة كيلو تجري. تقريبا يعني من اربعمائة كيلو لحد خمسمائة كيلو. ولكن هنعرض لك كل حاجة بالتفصيل ان شاء الله. اه في اه الدريس. وطبعا الكمون بيتدرس. اه والينسون طبعا بيتدرس. ولكن دراست الكمون يا جماعة غريبة شوية. هنعرضها لك ونصورها لك ان شاء الله. يعني احنا الناس عندنا ابتدت تجمع الكمون. هندرس بازن الله ونعرض لك كل حاجة بالتفصيل عن اه الدراسة بتاع الكمون. اه اللي حاجة بيسأل علي حاجة جماعة تفضل اكتب فيه تعليق هنرد علي. اه طبعا جماعة اه متابعينا على الفيسبوك يعني كتب تعليقات كتير جدا جدا جدا. تعليقات جميلة بصراحة. اه والناس اللي بتسأل جماعة على الكمون يعني التعليقات كلها يعتبر جاية على اه الكمون وطرق زراحته. والتصوير فين? احنا بنصور يا جماعة في ارض مني. انما كل الاسئلة اللي حضراتكم قلتوها جماعة فيه التعليقات. انا هكتبها طبعا في ورقة الاسئلة كلها. انا برده طبعا على كل التعليقات بتاع المتابعين والمشاهدين. اه هكتبها طبعا في ورقة. وهعمل لقاء هيبقى اهم جدا جدا ان شاء الله مع احد المزارعين. وهرد على كل الاسئلة اللي جات لنا من المتابعين ومن المشاهدين. اه وربنا يقدرنا يعني ان شاء الله على فعل الخير. ربنا يقدرنا على فعل الخير ونحاول نفيدكم ونفيد المزارع المصري وربنا يبارك طبعا اه في خيارات مصر. الخير كتير. اه ومصر طبعا يا جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين. اه دولة اه منتجة في الزراعة. يعني افضل اه محصول المحصول المصري. طبعا الانسون والكمون والتومة جماعة اللي قدامك برضو ده اللي هنا. بيخش طبعا اه في الادوية والحاجات دي كلها. فاحنا هنعرض كل حاجة ان شاء الله بالتفصيل عندما نعمل لقاءة بازن الله مع احد مزارعين الكمون. وزي ما قلنا الاسئلة انها هكتبها ان شاء الله في ورقة كلها. هخش على التعليقات. هكتب الاسئلة كلها. وهنرد عليها ان شاء الله في فيديو قادم. فانتظرونا ان شاء الله. انتظرونا بازن الله. طبعا بنطلع الفيديو على الفيسبوك. وبنطلع خلاص يعني اعتبر قعد العشر الاواخر فيه كل عام انتم بخير ربنا يقدرنا ان شاء الله على فعال الخير تقبل الله مننا ومنكم صالح الاعمال بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته